والرئيس أنور السادات رحمه الله في سنة سبعة وسبعين لما كان عايز ياخد هذا القرار ونزل الجماعة الشيوعيين واليساريين يكسروا له في الشوارع زي اللي بيحصل في فرنسا النهاردة ورجع في كلامه يعني نفس اللي عمله ماكرون رئيس فرنسا عمله السادات لكن رئيس سيسي أكثر جراءة وأكثر قوة ما خافش واتخذ قرار